اشتركوا في القناة كلمة جامعة لكل صفات الخير اسم جامع للطاعات والأعمال المقربة إلى الله حري بالمسلم أن يكون برا برا عاملا بالبر مستبقا للخيرات والبر لا يبلأ والإثم لا ينسى والديان لا يموت وكن كما شئت فكما تدين تدان من أعظم البر بعد طاعة الله بر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات وبه تنزل الرحمات وتكشف الكربات بر الوالدين شأنه عظيم قرنه الله بتوحيده وأمر بالإحسان إليهما فقال واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال أنشكر لي ولوالديك وقال وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا أمر ببرهما حتى لو كان كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة قال عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت أبي بكر عندما قدمت عليها أمها ويمجرك صلي أمك متفق عليه جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين من الجهاد فعندما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال له أحي والدات قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه البر بهما من مجبات دخول الجنة رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنفو دعا عليه أنفو سيفو التراب قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم برهما سبب مغفرة الذنوب وعن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة قال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خانة قال نعم قال فبرها رواه تنبي بواحده صحيح لماذا لأن الخانة بمنزلة الأم أمك ثم أمك ثم أمك وحق الأم آكد من حق الأب كما قال عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك رواه مسلم كم حزنت لتفرح أنت كم جاعت لتشبع أنت كم بكت لتضحك أنت سهرت لتنام أنت إذا فرحت فرحت وإذا حزنت حزنت وإذا همك الهم فحياتها في غم لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنت وزفير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وأعطت كقوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير اللهم ارزقنا برأبائنا وأمهاتنا والواجب علينا الإحسان إليهما وإدخال السرور عليهما وبذل المال والعطايا لهما وخفض الجناح لهما وإظهار الاستصغار أمامهما وتوقيرهما وإظهار المهابة لهما وانتقاء طائب الكلام معهما وترك الضجر منهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريمة دعاء واستغفار لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة والطاعة في المعروف الطاعة لهما في المعروف ما أكثر العقوق في هذا الزمان والتنكر للآباء ورفع الأصوات على الأبوين وسوء المعاملة لهما بل ضرب وطرد وشتم وسب واحتقار وإهانة وازدراء وسخرية من كلامه ورأيه وتفكيره وتسفيه ومما ينبغي أن يعلم أن كل ما يسخط الوالدين من قول أو فعل فهم العقوق إذا عبست وجهه عقوق عظيم العقوق عقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق رواه الحاكم وعديث صحيح العاق لا ينظر الله إليه يوم القيامة ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث يعني الذي يقر السوء في أهله رأوا النساء وحديث صحيح العاق لوالديه لا يدخل الجنة ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطاه العاق مطرود من رحمة الله كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من عق والديه رأىه أحمد وهو حديث صحيح فبعد ذلك ماذا ترتجي من العاق وبعد ذلك ماذا يكون للبار من الأجر اللهم اجعلنا من البارين وارحمنا يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية سبيل الرشاد بشير العباد رحيط الشهاد وقتر الندى هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنينا الجواب إذا هزك الشوق نحو السنى فجوال زاد رفيق السرى فجوال زاد رفيق السرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر